قال نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة داي بينغ في كلمته إنه خلال الفترة الماضية أحرزت جميع الأطراف في ليبيا تقدما إيجابيا في تعزيز العملية السياسية والحفاظ على الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية وفي الوقت نفسه تواجه عمليات السلام والسياسة في ليبيا العديد من الصعوبات والتحديات ولا يزال هناك طريق طويل لقطعه لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل وهو ما يوجب على المجتمع الدولي إلى المزيد من الاهتمام والمدخلات لتقديم الدعم البناء للحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة وأكد الجانب الصيني أنه يشجع جميع الأطراف في ليبيا على الحفاظ على زخم التواصل والحوار على أساس الإنجازات التي تحققت والسعي للتوصل إلى التوافق بشأن القضايا الرئيسية وتهيئة الظروف لتعزيز الانتقال السياسي أظهر الوضع الأخير في أفريقيا مرة أخرى أن حلول المشاكل الأفريقية تتطلب إيجاد حلول من الداخل ويجب على المجتمع الدولي استيعاب المخاوف المشروعة لجميع الأطراف في ليبيا وتقديم دعم البناء للعملية السياسية الليبية وتجنب فرض الحلول من الخارج ترجمة نانسي قنقر